موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلاب وطالبات الصف السادس المتوسط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في الحلقة الخامسة من منهاج اللغة العربية والتي سنتناول بها معيار اثنان أربعة ويهدف إلى معرفة المترادف والضد والجمع والمفرد كذلك المعنى السياقي والتصريف لبعض الكلمات المحددة فابقوا معنا السؤال أكتب مترادف كل كلمة مخطوطة مما يأتي العائلة الكيان الذي أسسه الوالدان ليكون على رأس الهرم فيه مما يضفي على العائلة جوا من الشعور بالحب ما مترادف كلمة يضفي نعم مترادف كلمة يضفي يكسب أو يعطي أو يسبق يقول الشاعر يبالغ في الخصام وفي التجافي فأغرق في الأنات وفي التأني ما مترادف كلمة الأنات نعم مترادف كلمة الأنات الحلم أو التمحل أو الصبر كما كانت تناغيني أناغي وما كانت تغنيني أغني ما مترادف كلمة تناغيني بارك الله بك مترادف كلمة تناغي تلاطف بالمحادثة والملاعبة يقول الشاعر سقاني حبها فوق احتياجي ففاض على الورى ما فاض عني ما مترادف كلمة الورى نعم مترادف كلمة الورى الخلق أو البشر أو الناس قال تعالى يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ما مترادف كلمة خليلا فكر معي نعم مترادف كلمة خليلا أي صديقا خالصا ناصحا ننتقل الآن إلى الضد السؤال أحدد ضد كل كلمة مخطوطة مما يأتي قال الشاعر قال الشاعر يبالغ في الخصام وفي التجافي فأغرق في الأناس وفي التأني ما ضد كلمة التجافي أحسنت ضد كلمة التجافي التقارب أو الأنس أو الصلة ننتقل الآن إلى السؤال الذي يليه أيضا يقول الشاعر يبالغ في الخصام وفي التجافي فأغرق في الأناس وفي التأني ما ضد كلمة الخصام أحسنت ضد كلمة الخصام الصداقة أو الألفة أو المحبة والذي يليه تقول الجملة كانت معالم الرضا بادية على البيت ضد كلمة بادية خافية والآن ننتقل إلى الجم السؤال أحدد جمع كل كلمة مما يأتي ما جمع كلمة فطرة أحسنت جمع كلمة فطرة فطر والذي يليه ما جمع كلمة نافذة أيضا فكر معي بها نعم جمع كلمة نافذة نوافذ وكلمة أخرى ما جمع كلمة سقف نعم جمع كلمة سقف سقوف أو أسقف أو سقف ننتقل الآن إلى المفرد والسؤال أحدد مفرد كل كلمة مما يأتي ما مفرد كلمة الأفراح مفرد كلمة الأفراح الفرح ما مفرد كلمة الغمام هي نعم مفرد كلمة الغمام الغمامة وأيضا ما مفرد كلمة الشقوق أحسنت مفرد كلمة الشقوق الشق ننتقل الآن إلى المعنى السياقي والسؤال أوظف كلمة فاضة بمعنيين مختلفين في سياقين من إنشائي فكر معي كيف أحسنت الجملة الأولى فاض النهر أي كثرت مياهه الجملة الثانية فاضت روحه أي بمعنى فارق الحياة مات إذن عزيز الطالب وجدنا أن كلمة فاضة تأتي بمعاني مختلفة تعرف من خلال السياق أنتقل الآن إلى التصريف والسؤال أضع تصريفا مناسبا لكلمة فتحا مما بين القوسين في فراغ كل جملة مما يأتي والكلمات الفتح مفتاح الفتاح المفتوح والجمل الجملة الأولى من أسماء الله الحسنى فكر معي بالإجابة إنني أسماء أحسنت الفتاح إذن من أسماء الله الحسنى الفتاح الجملة الثانية من سور القرآن الكريم سورة نعم سورة الفتح إذن من سور القرآن الكريم سورة الفتح والجملة الثالثة الدعاء باب مغلق يحتاج إلى أي كلمة مفتاح أو المفتوح فكر معي قليلا نعم يحتاج إلى مفتاح إذن الجمل كما نراها من أسماء الله الحسنى الفتاح من سور القرآن الكريم سورة الفتح الدعاء باب مغلق يحتاج إلى مفتاح وفي نهاية هذه الحلقة نكون قد تعرفنا إلى المفرد والجمع والترادف والضد والمعنى السياقي والتصريف لبعض هذه الكلمات المحددة فإلى لقاء في حلقات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر